تأثير الشباشب في حياتك وانت صغير كلنا عندنا قصة مع الشبشب انه ده هو ده الجرندايزر الساروخ نجبرنا على الشباشب أستاذ آه بس يعني وإحنا صغيرين كانت الأمهات بتقس الشبشب بتقل مش بوه مش برج ده ميلي قالوك الحلقة للحادثة طاعة العربية صح حكاية الشبشب ده رب أجيال طبعا طبعا إحنا الحمد لله أنا عايز أقول لك على حاجة بس أنك أم الله رحمها عندها حركة فيها لياقة غريبة جدا إنه هي تبقى لابسها الشبشب في رجلها فتروع عاملها كده يبقى في إيديها وزيون أيوة الحركة دية ولا توم كروز يعني توم كروز عشان يجيب المسدس والأرض ويبقى في إيده ده أمهات المصلية كلها دي ترك تدريب راقي لا وبتنشن صح وتقعد أنت بقى من بيدعم فقال حضري هتجيبك ده يا بيه كنت في تلت عدادي وطقت في دماغي أصحى الساعة خمسة الصبح ستة الصبح ما حادش يعمل كده أرجوكو من أي شاب أو طفل كوش دعوا بيه هزا الشيء لا تحاولوا في المنزل ده غلط وصحيت يا بيه ستة الصبح قلت يأخذ العربية أنا مجنون سواق فأنزل سخن بس العربية زي أي شاب كلنا عايزين يسخن عربية ونزلت يا بيه الجراج وسخنت العربية والناس كلها نايمة ما أطلع بيه والناس نايمة ما فيش حاجة وكان عندي واحد صاحبة في الإعمارة جاريو صحيت قلت له نزل يا ابني هنسوق حوالين الإعمارة كده ما عايز تتمنظر عليه كمان ونلعب ببدأ وادخل لك يا بيه في عربية 32 لازم لكن العربية طالعة من الفرن لا وال32 دي زمان كانت أعجوبة اللي عنده 32 ده مرسيدس أبو مالك مالك والعربية ناشفة دجدشت العربية أنا فاكر أول حاجة عمتلا فتحت أبو العربية وجريت ما طلقتش على بيهتنا ما اللي وطلقت على بيتنا أبو ما هيعلقوني تلقت جريت عند واحد صاحبي وكلمت أبويا قلت له أنا أبويا بابا وماما مفاصلين كلمت أبويا قلت له ماما واختي عملوا حادثة كبيرة جدا جدا ولازم تروح لهم فاورا قال لي طب استناني في الحد الفرنة جالك قلت له مش هادر استنهاك قال لي لازم تروح لهم لوحدك قال لي فمسي وانا عند واحد صاحبي ولحد ما جابوني بقى من ده تعلقت التعليق يوميها هي شبشب والأب برضو رغم أن أبويا أبويا عمرو ما أديده علي بس كتفكرة حلوة بس اليوم ده لازم أبويا عمرو ما أديده علي غير بس يوميا رح عمر أبويا ما أديده علي الأبوهاد بيعملوا مناظر يعني كده أه بس مش بقى شديد معا محمد أنا حضرابه قول أي يا واد أي هي الأمهات اللي بتدرك الأمهات هي اللي باسكة البيت أنا أمي كان فيها طبع غريب جدا قعدت تضربني كل ما أعمل حاجة مدة وبعدين جي سن أما جات بقى تضربني بقى تتوجع يا حبيتين تقول لي يا ابني تضرب يعني هي بتضع هي مش حاسة مسل معا كنت بلعب اسخل معا آه عشان كده آه كنت بتضرب مع رشوان ايه بجد والله آه بتاع لوسل بتاع ماشيته آه طبعا الله بس أنا كنت بتضرب هو يضربني أيوه يعني ما هو رشوان كان لازم يلقى حد يعني شمسكا كنت آه فلازم أنا كنت يعني أنا كنت آه الوزن بتاعي وأنا طفل معادي التقيل آه فهو رشوان عشان يتضرب ويرمي عايز وزن عشان آه ما هو بيلعب فوق التقيل فوق التقيل أيو طبعا فهو لازم أنا كنت أترمي بقى الله ده لعب عظيم أنا فاكرة تضرب آه طيب فامي جد وقت بتيجي تضربني مش قادرة وبعدين ايه أنا تقولي نزل ايدك طب أنا أبدأ يعني هي نزل ايدك نزل ايدك نزل ايدك الضرب الله العامو كان يبصني خلص نزل بقى حزين كده حزين اتحرك معاه تمثيل زي الأكشن كده هل لما الأب والأم يبقوا منفصلين آآ وده سؤال يعني مهم الناس تفهموا اللي محدش بقى فهم حكاية دي بيعود الواحد لغاية ما يكبر عنده آآ تقنيبنيهم يعني هل دي مسألة بتفضل عايشة معك انتوا ليه عملتوا كده ولا الواحد بيقدر يتجاوز الموضوع بتتجاوزها يعني بتتجاوزها يعني في الآخر على حسب علاقة الأب والأم لو الانفصال فيه احترام فيه زوق فيه زوق وفيه مودة لأن في الآخر هو بيصب في الأطفال في الطفولة اللي يقولك ما حصل ليش أزمة مهما كان الأب والأم منفصلين باحترامه واخدين بالهم بتبقى الصورة نقصة هو برواز في عقل الطفل أربعة كمان يعني حتى البرواز مش خمسة أب وأم ولد وبنت فبيبقى دايما فيه شخص ناقص في البرواز بيحصها الطفل لما يروح بيت واحد صاحب يشوف بابا البيت هنا كامل البيت هنا ناقص ويا سلام لو الأب ناجح وإحنين بتبقى الأزمة أكبر فبلا نقاش بيبقى فيه أزمة في الأول يعني أنا حتى قلتها مرة أنا اتقزمت وبعدين اتعودت على الأزمة وبعدين عالكت الأزمة بس طبعا زي كل أطفال كنت بتبتزوهم عادي بلا نقاش ده نحن نحن نحذر ده هو ده مست الطلاق أنا حالاتي اللي اتدمر يرديك يا بابا هاد بقى عايز جيب عربية ماتو عشان سايبين بعض احنا مبهدلين هاد كاف الطلاق اللعبة دي بس بلا النقاش بيحصل طبعا طبعا لقينا بقى انك بتجبره بتدرك ان ساعات الحياة صعبة الاستمرار فيها يعني الطلاق أبغض الحلال يعني هو حلال في الأخ بتقدر تستوعب فكرة الحياة القبى ما قدرش ان الأم ما استحملتش إنما في الطفولة متعرفش يعني العقل ما بستعرفش ملك بنتك بتعمعها ازاي الجيل ده صعب جدا بتعمعها جدا جدا ملك سبعتاشر اصعب من جيلك كتير 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 يعني الله يكون في قون كمان هايدي هالي شايلة اكتر انا في التصوير انا عندي ملك سبعتاشر وعلي اربعتاشر ده سن دام بقول الرزالة جدا ودخلة في سن أنا مادمازال هي قفلة عليها قدتها في البيت قلت لها بنتي تحب عملك سلم من بره اكتبلك عليها شاركينا الغداء قدتها دي مملكة مملكة أستاذ وحبها بحياة سن استقلالية البنت بقى أنا بتحس إنها بقت مادمازال زائد الجيل مخه غير سرعة التفكير غير آآ تعرضه للتكنولوجيا أسرع منك بكتير غير هو لا هو أسرع بتنهج تتخنقوا على ايه خلافاتكم في ايه عودي معنا يا بنتي أنا وبك مش شايفان يا بنتي مبناش نتغدى ساوي أنا كانت الساعة ثلاثة دي كل الترابيزة إنما دلوقتي كل واحد يجي ويا ريت بقى كمان اللي بيجي تغدى معك بيأكل ده هي بتقعد بتحط الايباد أو الموبايل قبل الطبق يعني يا أعدى بالبتاع يا بنتي انت شايف انت بتاكل ايه يا بنتي طيب بص في طبقك هو جيل أنا حتى بقول ده جيل سكرينز جيل شاشات أنا شايف ان الجيل ده بيقضي كم وقت مع الشاشة أكتر من الإنسان بجنون يا أستاذ عم يا بنتي في بني قدمين في الحاشوة جيل شاشات ده من ساعة ما بيصخوا لحد ما بينامو هو علاقته بالشاشة لدرجة يسألوني سؤال بابي انتو ازاي كنت عاشرين من غير الانترنت واكلم دي الانترنت يعني هيا الحياة لا نزلت في الدنيا بالسوفت وير يعني الاديان بالانترنت كنت بتاني شوف الشارع ما رجبناكو ازاي احنا كانت قعدتنا على القطر اجمل حاجة خلات لا في بتاعه واحنا كلنا عيال لا اتصل في البيت لا ممكن حضرتك تبلغي وورقة حلوة كده جنب التليفون بالليل كريم كلمك كنا عايشين وحلوين مفيش العصر بتدخل في اختياراتها هدومها دراستها طبعا مش بتدخل بعمل لا بنتناقش وانا شارقي شارقي بطبيع شوية يعني غيور يعني شوية فالبسي كذا ما تلبسيش كذا طب ما بقفلهاش مش راجعي لكن بتناقش المعقول يعني انتي ولا كده بيك تايم بودكاست بودكاست وهنا سأل الموزيع انت بتسمح لا ترجع الساعة كام احداشر كريم اه والله كريم ممتها بترجحها احداشر اه مفيش بعد كده لا وفي الكمباون معانا يعني كمان يعني او مع صاحبتها بتبقى جاية من عند بيتها بتبقى عارفها يعني صاحبتها جاية في العربية مع السواق ده انت او استاذ اه ممتها كمان من هاي دي جديدة احداشر احداشر مش اتناشر لا ولا واحدة لا ينهري سود لا ينهري سود لا عندها بقى يعني عندها فين يعني هايدي اه شديد اشوى عارف البيت اه هو لسه في بنت بترجع الساعة احداشر والله يا رجب بترجعها احداشر هي مش بتقولك كده بتقولك اه بابي معانا هايز ععد شوية مش عارف ايه اه بابي الناس كلها لو فيه لا لو في عيد ميلاد او في حاجة او في حاجة او في عادة السواق قاعد مستني بقى وكده ايه بيقعد يستنيها وكده ويرجحها لكن لو مش كده بقى احداشر احداشر ونص بكتير بتقفل بك اتناشر اتناشر ونص بكتير لا حاجة واحداشر ونص يا بيه بقى كفاية كده يا باب بره ما تيجي بقى اطراح بتلا وقالتها لما بتيجي بنشوفها يعني لما هي جاء على قضطها ما بتزعلش يعني هي تزعل تبدايا اه عايزة عاد شوية مع الصحابي حيبتي عودي طيب عايزة بتعمد صحابيتي بص تربية الاطفال يعني الاطفال في هذا العصر دي مش طفلة قبلك مش طفلة طبعا بس انك تمسك جدا خلط وانك تسيب جدا خلط التربية انت واقف والله بقى قولنا انت ماشي على حبل في السرك لا صمتي زيادة وانت ماشي بمقادير هتقفل زيادة ومش هتصاحب ويبقى فيه مصيبة فانك تسيب مساحة وانك تصاحب وانك تعرف تحكي للمامتها في الزمن اللي احنا فيه دا ما تبقاش قفلة عليها لا حسابات ربنا موريك طب بس الولد حاجة تانية بقى بقى ده انيل انيل لا طبعا الولد اصحاب بس ده يقدر يرجع متأخر شوية علي 14 سنة لا برضو 11 سنة برضو مفيش عندهم بيتك بيت الروبي لا علي ايا دوب 11 ونص 12 بيجي بس البنت انا وجهة نزل يعني مهما البنت كبرت فيه سنة كده برضو باباها هيبص لها الولد بيجي عليه سنة نعم بيبتدي بقى الشنة بيجينا 13 سنة زي مستر اكس تحسن راجل وانا بقلت راجل تعبين تلو اللي خد فالولد بيبقى برضو يعني انا مصاحب عليه كمان قوي يعني هايدي مصاحبة ملك انت بتديت تديني احساس برضو خاطئ ودي تالت خطيئة في هذا الحوار انك اب جيد للاسف انت اب كاين مش هبقى اب كاين برضو احنا بنقعد ايه في البيت يعني اقعدنا في البيت قولي جدا عشان كده انا كلها عجابة وافق عليها يعني هي الساعلة هجيها بالليل هقول لا الامهات هي اللي هي الله يعنهم بقى اما الحكومة اكل وشرب وليلة انت بتجي في الاخر مش عاش تزعل حد حاضر يا حبيبتي بقى فوت لها بقى هايدي موسيقى موسيقى